السلام عليكم ورحمة الله ازايكم وعملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير محمود حميدة من بعد وفاة نوال استعداوي عمال ينزل تصريحات غريبة جدا وانه ازاي بايد افكارها هنشوف هو قال ايه وقد ايه حزين على وفاتها بس قبل اي حاجة واهم حاجة من فضلكم صلوا معي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ على طول محمود حميدة طبعا من بعد وفاة نوال استعداوي نزل كذا منشور اخرهم انه هو قال انا مش هاحزن عليها علشان شايف كمية الشماتة والناس اللي زعلان عليها لاني عارف ومتأكد ان افكارها ستظل باقية واراءها التي ساتبحها واحارب من اجل بقاءها شامخة في سماء عقرة افكارها المختلفة التي دافعت عنها بشدة ساواصل مسيرتها وادافع عنها وخصص ببعض الحاجات اللي هو بيقيدها في افكارها وهو ان المثليين لهم حق في هذه الدولة وان الحجاب ده عار على اي ست تلبسه واحنا عارفين طبعا قراء محمود حميدة في حكاية الحجاب ان هو قبل كده قال انا ما بحبش الست اللي بتلبس حجاب وبحس انها بالعكس مش بتداري نفسها بيبقى عندها حاجة وحشة عايزة تخبيها وبتدارة في الحجاب وده كانت تصريحاته اللي هو بيقيد فيها نوال السعداوي اللي ما زلت عند رأيي انها شيطان بيتصور في هيئة انسان كانت موجود معانا على الارض بقى افكارها وازاي حربة الدين وحربة الاسلام لمدة تسعين سنة من يوم ما تولدت ازاي فضلت مصممة على قراءها ان هي ما فيش حاجة اسمها ربنا وانها بنت الله وانها وقت ما تكونش عايزة تعبد ربنا او تعبد اي حد براحتها ومن ضمن الوصايا كمان اللي انا قلت لحضراتكم عليها بعد ما هي توفت ان هي عايزة تخصص جزء من اموالها لفتح وتقنين بيوت الضعارة وجزء اخر لدعم المثليين في حربهم ضد الدولة وكانت بتطالب بتنفيذ الوصايا دي من بعد ما الوصايا اكتشفت محمود حميدة جاب سيرة حكاية المثليين وحكاية الحجاب اللي هي قيدتهم وكمان طلبت بتقنين بيوت الضعارة والغاء الاية اي اية بتدل في الاسلام على الزنا تتمحي خالص وتتشال من القرآن عشان يباح بعد كده الزنا وكمان قالت احنا لازم نغير القرآن بتاعنا وحسف القرآن والدين من التعليم وقالت انا عايزة كل الناس تتبع مسيرتي لاني انا مش هتدفن انا لما هتدفن روحي هتطلع للسماء طبعا انا مش عارفة ازاي محمود حميدة بيقيد واحدة زي دي وازاي بيقول كده المفروض ان اراءها كلنا مختلفين عليها والناس اللي هتنتقدني وتقول ما يجودش عليها الرحمة الستة دية ربنا مش يرحمها ابدا لانها لها من الله ما تستحك لانها ما فعلته واللي ايدته من حاجات عايزة ترصخها في ازهان كل الناس بجد يا جماعة الستة دية لو قريته حتى جزء من الكتاب اللي هي قالفته علشان بس تأكد للناس اني مفيش حاجة اسمها رب ومفيش حاجة اسمها ربنا عملت كتاب مخصوص وكتبته الاله يقدم استقالاته في اجتماع القمة وحاولت تنشره في كل دول العالم وترجمته لاربعين دولة ولكن بفضل الله ما اتنشرش في مصر خالص كانت جايبة صورة ابليس في صورة شاب وسيم جدا وانما ربنا جايباه في صورة رجل عنده ستين سنة من عمره حواليه حريم وستات وبحيرة من الخمر الست دي كفرة وانا بقولها واستغفر الله العظيم طبعا هي اللي هي قالته اللي هي عملته تستحك عليه كل ذلك كنت اتمنى ان الحرب اللي ايمى دلوقتي كانت تقوم عليها وهي موجودة ولكن اكبر عزة ليها بعد وفاتها وهي الموت اللي هي مع طرفتش بيه وقالت مفيش حاجة اسمها موت ربنا وراها ان في موت وفي عقاب وفي حلال وفي حرام الناس اللي بتقول انتوا اللي بتحسبوها الحرام وبين والحلال وبين يعني لو انت هتعمل حاجة حرام هتدخل فين ولو هتعمل حاجة حلال ربنا هيعمل ايه كمان مرفة امين اللي حزينة جدا ومنهارة على وفاتها وحس ان الدنيا راحت وبتقول العلامة المنيرة في بلدنا مصر الحبيبة راحت وانا كنت اتمنى اكون رحت قبلها عشان افكارها تظل باقية وسأدافع عن افكارها حتى الموت الناس دي ربنا يحشرهم معها لان احنا عارفين ربنا هيوديها فين بشكركم واسفة جدا لو طولت على حضراتكم ولكن الموضوع زيد عن حده جدا في ناس معينة بيقيدوا افكارها بشكركم جزيلا سلام عليكم ورحمة الله